ما حكم المرأة التي تأتي إلى الحرم متعطرة وتلبس العباء الضيقة الملفتة للانتباه هذه متبرجة الله جل وعلا يقول ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى والتبرج في الحرم أشد لأن المعصية في الحرم أشد من المعصية في الحل فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله وأن تراقب الله وتعظم حرمات الله عز وجل لأنها مسلمة ولا تغتر بالمنخدعات والمتساهلات أو الشيطان يشجعها على هذا تستعيد بالله من الشيطان ومن أعوان الشيطان تتستر تتجنب الطيب وتكون امرأة مسلمة مراعية للآداب الشرعية مراعية للآداب الشرعية